الكلام اللي تقال كان على لسان وزيرة الخارجية ووزيرة الدفاع الألمانية ان مصر دولة عندها لاجئين هي قالت 6 مليون وانا بقول في تقدرات بتقول انهم 15 مليون لكن الدولة المصرية لم تتاجر بهؤلاء اللاجئين ولم تبتز أوروبا بهؤلاء اللاجئين ولم تطلب مقابل لهؤلاء اللاجئين بل بتتعامل مصر معهم تتعامل معهم كأنهم مواطنون مصريين لهم لنا وعليهم ما علينا لعملنا مخيمات للاجئين مفيش عندنا في مصر كلها بطولة عرضها من اسكندريل أسوان مستلوم للشيخ زويد مفيش عندنا خيمة للاجئ واحد بل عندنا مواطنين كلهم بقولك الناس اللي قاعدين في مصر ومصر بلد الغريب مفيش حد بيشعر انه غريب أبدا فبالتالي وزيرة الدفاع الألمانية أشادت وثمانت وقدرت ان مصر دولة بتتعامل بروقية شديد مع اللاجئين لكن بقول لي الإخوة الألمانية والإخوة الأوروبيين إن كان حبيبة كعسل إحنا بنتحملين وظروفنا صعبة إحنا عندنا كرم ضيافة بس ظروفنا صعبة أن يكون عندي فوق تقطي 10-15 مليون إخوة أفرقى إخوة من السودان إخوة من ليبيا إخوة من العراق إخوة من اليمن إخوة من لبنان إخوة من الدول الأفريقية مناطق النزاعات موجودين في مصر 15 مليون لو الناس دي طلعت على أوروبا يعملوا إيه؟ إحنا ما بنقولش إن إحنا عمرنا ما نعمل كده لنفتح حدود ولنفتح مصارات إحنا بنقول أنا بتقف عندي وبتحمل وببلع فإنتوا برضو شوفوا إحنا مش هنقوم بدور زي دول تانية كانت بتبتزكوا على الرأس والله العظيم عن نفر النفر يخش بكذا وإما نبنعه بكذا عارفين القصة دي كانت موجودة كالتركية أنا ما بقولش أسرار كان التركية بتتعامل مع نتعاد الأوروبي في اللاجئين هنسيبهم بوابة إحنا بنقولش كده وبنقول يعني خلينا يعني ندعو الله إنه الناس تفهم نبل الدولة المصرية